فعايزين نروح لتشيلسي وإن شاء الله إن شاء الله نحق الوصول للنهائي وعجبني جدا التصريحات المتزنة من بيت سموسيماني النهاردة وكمان بعد عودة اللعيبة الدوليين قال إنه هو هيدفع باللعيبة اللي كانت موجودة في مباراة منترية ولو فيه إمكانية إننا ندفع بلعابين دوليين يكونوا جاهزين وعندهم الأرحية التامة وإحنا كلنا بنفكر في اتنين لعيبة محمد شريف وأيمن أشرف بشكل كبير جدا هم اللي ممكن يكون عندهم أرحية تامة محمد شريف اللي بلعب 54 دقيقة من آخر مباراة رسمية لعيبة مع النادي الأهلي في خلال شهر ونص تقريبا أو شهرين طبعا رقم صعب جدا ولكن إن شاء الله عجبني الاستقبال زي ما حضراتكم شايفين لبيت سموسيماني ولعيبة النادي الأهلي للفريق وتحديدا عجبتني ملامح اللي ابتسام على وجوه لعيبة النادي الأهلي لعائدين من المباراة الدولية والفوز بالمركز الثاني خلينا ما نقولش خسارة اللقب لأن في النهاية كانوا رجال كل لعيب المنتخب المصري وكان فيه كلام مهم جدا تحديدا لمحمد شريف من بيت سموسيماني وكان في المؤتمر الصحفي وجه رسالة لي قال له عليك أن تتعلم من عمر السلية عمر السلية زي ما حرقكم فاكرين في البطولة العربية كان سجل أونجول أو هدف عكسي في مرمى أثناء مباراة منتخب مصر وتونس والمفترض كل الأمور محبطة بالنسبة للعبين ولكن بيت سموسيماني في جلسته مع عمر السلية قال له هنقدر نفوز وناخد الزهبية ونحصد السوبر الأفريقي مع بعض عمر السلية قال له هنقدر نفوز نفس الكلام هيتوجه لمحمد شريف وأنا عندي ثقة كبيرة جدا أن محمد شريف هيقدر يقدم صورة مهمة جدا لمهاجم مصر الأول محمد شريف في المرادة بالتأكيد في إرهاق رحلة طويلة من السفر ترانزيت تأخر ولكن في النهاية كلنا ثقة في العيب النادي الآلي زي مهاراتكم شايفين الاستيبال على الشاشة فارس استيبال مهم جدا